صار لي فترة جاغا في هيك مثل في شي ما عم بتعبى بالباسكت انت حدا مبسوط اذا فتع هالطريق خلص ما بق فيك تطلعي منا خففت جيز دور بعد ما في يقول انا جاغا ليت بيتي It wasn't my choice to be there ايام كتير بتفاجأ بالكذب برات الناد الرياضة اللي رح ياخد اخر شوطه هو الاجنبة بحسك sensitive عفكرة بتجرب تبين انه لا بس انت sensitive كتير بشوفك عم بتشوفي هالشي صراحة كنا عم نحفر بشي منه موجود يعني منيته مش سايقة يعني هيدا الشي اللي بيشفع فيه خافه من البحر الهادي قال جاد هاي هاي جا جا كيف كيفك؟ الحمد الله كيف كل شي؟ جريت رجع قطعت ببري سيزن صعب شوي نعم بري سيزن و بداية سيزن بس الحمد الله كل واحد بيلاقي حاله بوسطه يعني جاد انت انا حضرت لك اسمال عليكم انك مخلا بلاتفورم مش يعني واصلة فيه استضيفك بعد كم حلقة تقدرت استضيفك لانه بتطلع كتير وعن جاد كل حلقة بيكون فيها شي حلو انا بحضر انه كتير هاي 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 دي اكيد نطرة كانت سرلي فترة وانا جا جا ما بحب يعني عن جاد تحير لحضا عم يجرب يعمل بلاتفورم او شي بحب بكون معه بحب ساعده وهم بحبوا كمان يستضيفونه لا انا اكيد اصلا ضد فكرة انه صار فيه مئة بودكاست وهيك انا برأيي كل واحد عنده ستيل وضريقة اكيد وبيقدر يطلع من الشخص قصص مختلفة عن بين تنشوف انت يعني عندك شاك بقدورات جادو بدي ارجع شوية بالزمن لورا من انت وصغير كيف بلشت تحب لعبة كرة تستلى حتى عم طفولتك بعرف انه كنت كتير ورش كنت صرت بستيز مع الستاف بالأرجانس بسانتور بدي اعرفها بدي اعرف شو عن طفولتك منك حاكي كتير عادة بتقطعهم بطريقة اسرع بدي اعرف شو خليك تحب لعبة كرة تستلى كيف كانت طفولتك وصولا لليوم اه صراحة طفولتي جاغا بدي اشكر اهلي حتى كنا عايشين بمنطقة عن جاد كتير بتساعد الولد يكتشف حاله ويكتشف هو شو عباله يعمل كنا بيلزوق بحي اسمه حي الكهرباء في يونيدي الكهرباء وحواله هيدا الحي كنا عن جاد في شباب لا هلأ بعدنا بحكي معهم لعبة باسكت او لا كنا قاعدين سوا بهيدا الحي ومنعيش متل هالولاد الصغار يعني كنا ننزل قبل الضو ونطلع عن جاد بس امة تجبرني يعني اطلع عالبات فهون عالورش هون بيصير كتير قصص يعني كتدل مكسر حال يعني وصغير يعني من اجرين لأيدين كنا ندل نتسلع يعني عالطريق وفي محل قررنا انه كان فينا ندلع منلعب ونتسلع وفينا نروح عالنادي ونقعد جوا ونتمرن ونشوف لوين فينا نوصل والسنة عن جاد كتير مبسوط انا في حدا كان معي بالنادي جورج ايف داعبول كان بدي اسألك اذا حدا منه نوصل للدرجة الاولى في كتير منهم بس السنة عن جاد مبسوط لجورج ايف لانه عم بيكون مع نادي الرياضة وربح معه بطولة دباي وبيستاهل يعني ايف كنا انا وياما اول ما بلشنا سوا وعم شوفه هلأ هيك عم بينجح فعن جاد مبسوط كتير انا كمان بتمنى رجل التوفيق اكيد جاد بلشت مع الكهرباء شوي مع بيك وهيكي بعدين انت كمان كنت مع شانفيل مدرسة الشانفيل عن جاد سمر له هالمدرسة شو طلعت العيبة عن جاد واو باعتقد انا لسوق الحز كنت نهاية هيدا هول الحقب من اللعيبة يعني مرجعنا شوفنا حدا بركنيسة بس ما بتذكر بس ما بتذكر حدا عن جاد يعني هيك مثل مثل الكنو عم بيطلع رودريك باتريك رالف ريبكا بلا ما ننسى حدا بس انا وصغير كنت دايما لانه عايش بالكهرباء بس مدرسة الشانفيل فكت دايما في هيدا وين راح العاب وين راح كون فالاتنين كانوا لقلي بمحل وين عاستون كانوا لقلوا بالمرصاد يعني الكهرباء كان لقلي بالدرجة تانية بلشت كت بعضنا صغير ما بقدر اطلع على الاولى والشانفيل فتح لبوابه وقتصار فيه العب درجة اولى بس جاد انت ما تولت بالدرجة التانية كتير او انا غلطانة سنتين لعبت سنتين ايه وانو كنا بعضنا صغار يعني وانا كبير جسمي على مأخر فكان ضروري نلعب درجة تانية فكانوا حلوين سنتين يعني كنا متل فريق اللي كلنا سوا اللي ربينا سوا رجعنا طلعنا عالتانية جربنا ماذا افعلو شيى خسرنا ضد الهومانتمان هون يعني لا لصا فالهومانتمان رجع طلعوا هلا جانا طلعنا انا والهومانتمان بس جاد في خبرية هون هيك بتذكرها خبرني ايها بيك انو مرة رحتوا تحضروا الفينال خسرتوا انتو الكهرباء ضد ميني من ضد تضامن الكهرباء ضد التضامن مازبوط خسرتوا هيدا الـ game بعدين لعبوا التضامن ضد الهومانتمان ورحتوا انت وبيك تحضروا الـ game قدام هايك جمهور قلت شو حلو الجمهور بمظهر بس فلات قال لك بيك انه عن جد حلو تلعب قدام هايك جمهور قمت انت قلت له حلو تلعب ضد هايك جمهور يعني من انت وصغير عندك هايدي روح الكمبيتشن حلو يا جاغا يعني وقتها كل العالم تكون ضديك وتربح هايدي يعني اتس بوش يعني انا من انا وصغير بحبه انت غرامك مخفف هلا مخففون ايه خلاص مخفف تجيز دور صار وقت نركز على غير اشياء بيتغير الواحد عن جد هلأ هنم انه غلط انا برأيي وها شخصية في ناس بسلا انا كتير بحب امزح بس اوقات بقول يمكن مش بوقتها هاي المصحة بخفف يعني بس ادنو هاي شخصية كمان وانا بلاقي انو اتواز جريت يعني كيف عم بتطور كلاعي بهذا الفترة كان حلو كواحد يكون هاك وهلو فترة ما نشوف شو راح يجي معها جاد بلشت درجة اولى عمر 16 سنة يعني كنت كتير صغير وعطيك ثقة كاتش جورج كاتساليدز وقت بشانفيل كان صباح بشانفيل في غيم ما بينتصى غيم وقته ربحته على الحكمة بأجنب واحد كان فيه وقت ناقص داني بابا بدي ارباح الحكمة احسن لك لا بس عن جد هيدا الجيم هكي كان له طعم خاص وقته بتذكر لالكن لأنه أجنب واحد كانوا وكانوا فريق انا هيدا كان اول جيم باعتقد انه بيني وبين حالي انا بقول اه اوكي انه فيه يلعب مع هالشبه انه خلص وصلت عم بلعب لعبت اربعين ديئة تعفر ان انت وصغيرة بتكون انه فيتي على الليج اول سنة مش عارفة شو ناطريك فكان هيدا الجيم كتير مهم بكارييرتي انه مثل اعطيني ستاب ستون وانه لأ ليك شو عملنا وثق لي كلمة كوتش كمان وهلأ كمان الفريق طبعولي جاگا كان عن جد يعني مش لعن صباح بس صباح كان كتير يسألني كان كتير يشوف شو زعجني بالفريق عندي جاد مبارك كان معي بالفريق صباح جاد كان كمان صح فكان فريق من عالم يعني بعضهم اللي هلأ باللعبة فبتشوفي قدي كان مهم يكونوا معي بأول سنة لأن they are good people in this game تعتبر ببعض من المطارح حرقت مراحل اذا فينا نقول وصولك دغري على الدرجة الاولى في منافع وفي قصص بالضر شو منافعة وشو القصص يلي درتك برأيك منافعة هي انه على عمر صغير بلشت انا اتعلم شو هي الطريق اللي لازم امشي عليها وشو هن القصص اللي لازم اعملهم تاوصل بس انا بعتقد القصص الغلط اللي كانت فيه انه هتطلع شو بكير كلاعب لازم مثلاً كون انا عم بلعب مع عالم من عمري لفترة اطول بعتقد الالتمنتعش اللاعب لازم يكون محاض بين عالم من عمره وعم بيتنافس معهم لانه تبلش تنافس مع رجال ما بقت تنافس مع اولاد بعمري بتخلق هيك شوي ارلي اون هيدا المنافسة على الاكل متل ما بيقولوا احسن بعتقد طول كانت شوي حتى جاد هلا انت نجحت وقال لا يوفقك اكيد بكل شي بس ان كيس الواحد زحت باول سنة لقاله بالدرجة الاولى صعب تطلع منا خلصني بلبنان لانه داي جادج يو دغري وبيتوقع انه وصل بالستة عشر الدرجة الاولى لازم يكسر الدنيا وقال لا وصل يعني بيصير فيه كتير بيحطه كمان بيخاني كتير هلا انت دويتير عها انه متل يعني اذا فتع هالطريق خلص ما بق فيك تطلع منا وهذا شي كتير غلط يعني انا اخدتنا جاجة ثلاث اربع سنين بالاولى لقيت حالي فلو ما كنت عم بقدر اعمل كام جيم او هيك كانت بارك العالم بطل يتوسق فيه بس هيدا مش يعني انا مني لاعب يعني وتي حطونا بيخاني هال اكيد اكيد حد فتا بلوس هلا انت يمكن احسن من غيرك في ناس اذا بتسافر سنة لبرة وبترجع دغري بيبلشوا داي اكسباكت انه لازم يكسروا الدنيا ما بيعرفوا انه فيه كذا عامل بيخلي اللاعب ينجح اولاق انا بحس كل شي بلبقه بالباسكت متل عم تعرفي عابنت او عم تعرف بالعلاقة يعني في كتير محلات خلص هيدا العلاقة قدما نجرب ما بتزبط يعني وهي دا السيزن كل سيزن الى قصتة وايام القصص بشعة راح تكون اكيد جادو بقيت سنتين بشانفيل بعدين رحت على التضامن من بعد التضامن رحت عالمتحد يس من بعد المتحد رجعت عالشانفيل بعد انيبال يس واعتوق في تل سيزن ما كملناها رحت على سوربيا وجاد جيت لعبت انت رحت سنتين او ثلاثة جاد على سوربيا رجعت سنة ما كملتا فبديك تقولي تقريبا ان توتل شي ثلاثة سنين بمع دينامو في بنص سنة بسوربيا تقريبا جاد نقلت فرق هلا انت كريارتك سمالة سارقلك 11 سنة تقريبا عم تلعب يعني ملنا قصيرة لهلا وبعد بتمد ان شاء الله كتير نقلت فرق بعد ما ما في يقول انا قليت بيتي يا ويلي جاي اسألك السؤال لا جاي والله جاي يقلك وين حسيت انك ببيتك لو شوي بمطرح معين بكل هالفرق يلي قطعت فيها لليوم هلا رح نشيل السنة على جنب هومنتمن لانه غير شي هومنتمن بس لا غير شي لانه في كتير يعني في كتير قصص بلداء مع هومنتمن بس كتير ها فريق حلو جمهور عم بحسسني انه صار لزمان مش لعبين لاحظة عن هالقاد بس وصلت على دينام وعلى هومنتمن على غفلة فا يعني تقلك بيتي 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 بهالثانية انه بيتي بس انه بس انه ناتيت بس على الطريق ايه على الطريق يعني لانه حكم انه it wasn't my choice to be there لو بيتي انا لازم يكون هيدا قراري انه انا نقكن هون فدينامو كان بعتقد اقرب شي لهيدا الشعور بس دينامو كان دايما عنا الشعور انه it's too good to be true يعني بالثلاثة سنين حيلة لحظة كان لو صار الشي اللي صار اخر ثانية كنت مستنظرة انا هالشغل بتأثر على المنتل ستيت طبعك جاد انه بعد ما لقيت بيتك ما لقيت الفريق يلي عبالك تضلك معه خمس ست سنين ورا بعضن او لا بتأثر بمحل واحد انا بلاقي اللي هي السيكوريتي يعني بس انا حس حالي انه هيدا محل فيه او رح ابقى فيه او فيه دال فيه لفترة طويلة بطر عم بلعب في محلات جاغا نحنا بلعب تأمن حالي لبعدين يعني انا عم بلعب دسير تجيب كونترا لسنتجة فاذا بتشيلي هيدا الفكرة انا بحس بارتاح اكتر بكتير بجاد ازا بدأ احكي شوى عن هيدا النقطة هي الشغلة كلها منتلي تلعب انا برأيي وانت كتير صور تفايت فيه نهور قصص وفيه ارتاح اخد ماش دي لهم في ناس تقول قاقا مش تير طبيعية بيهول فسيه فيها تكون بطريقة سلبية وطريقة ايجابية يعني مثلا اذا انت هلا عندك كونترا مع الهومانتمن مطمن بالك لسنتجة انوي اوكي بتحس بالامان بس انوي كمان ما بتعمل اكسترا افرت يمكن ما بتعمل اكسترا افرت بينما اذا ما عندك كونترا تقتل حالك تتأمن كونترا تاني هلأ بتقلي وقتها ما في كونترا بتقلب شوي انانية ببعض المطرح عند اللعيب لانه بركز على الستاتس تبعه بس كمان انا برايي فيه اللعيب يعمل قصص على الملعب ما بتبين على الستاتس شيت صح وبيشوفوه اللي بيفهم باسكت وبدو ينقيك بفريقه ما عم يتطلع بالستاتس على الورقة والقلم مضبوط ولا لا مية بالمية بس رح اعطيك فكرة انا شوي مختلفة مختلفة انه اذا انا بدي قاتل على خبز على رغيف الخبز اذا ما معي ولا لقمة اكل رح اعطي لألية مثل ما انت عم بتقولي للموت رح كون عم كون عم بقاتل للموت بس هيدا النوع من القتال فيه تفكير بحالي فيه خوف فيه ها أو فيه انا اكون عم بقاتل جيب الطحين تأجب اطبخ كايك عنده بالبيت يعني أنا مرتاح رح يكون الريزولت أحلى مع أنه بالك نفسيته مش أحلى فهون بتقف على الإنسان أنت كتير بتحب الجمهور بتحب تلعب قدام الجمهور وبتحب تواجه الجمهور بتقول بينك وبين حالك هيدا أكسترا أكسترا درايف لإله طعب جاقة فكرت بهيدا كتير وأنا بشوفها خصوصي مع الهومانتمن كيف مناده مبنى كيف It's a community يعني أنا بيجي على التمرين رح يكون فيه اللي رح يحمسني نهار الأحد عم بعلم صف مثلا موسيقى أو عم بعلم فوق صف سبار فأنا مع الهومانتمن بحس كيف هالفريق اللي هو 12 لعيب وكان 6 إدارة صرت بحس هو للجمهور نحنا فريق 5000 واحد أو فريق نحنا 2001 يعني تحس كل وحدة من الجمهور عم شوفوا تقريبا كل يوم ما بيقف تمرين هيدا بيجي التنين هيدا الأربعة برجع بشوفه بالجيم فما فيه بحس بهيدا البرشر أو بهيدا الضغط لأن بحس كلنا عائلة وحدة بالهومانتمن وهيدا الشي الإدارة كتير أشتغلت عليه أنه أنا عشوا بحس حالي أنه من هالعانم وجاي بس أنا دوري ألعب هو دوره يشجع فهذا العلاقة كتير حلوة ما حسيت مع جمهور التضامن أو الشانفيل لأنه كان أكتر هنا كأنه جمهور عم بيحميس بالهومانتمن بتشوفه كلنا عائلة وحدة من بريزيدان جي لأصغر واحد كان بالجمهور نهار لأحد ما بتحس حالك غريبا بلشت تصير بالستايدج البيت تحس حالك بالبيت ايه يعني شي للأرمنة كلغة هو الشي الوحيد اللي بخلينا حس حالي أنه مش عن جد تن في تن توز اند بس لا خلاص صار فيه كتير ألفة حلوة يعني من كل المحلات يعني من العالم اللي عم تشتغل بالمبنى اللي نحنا فيه للإدارة لللاعبين للجمهور فإنها جميلة حلوة حلوة عنجد رستهم قلي قبل السيزن كنا سوا بدينامو وقلي بس مسد انو ما اخدتوا عطيت كتير ما وهلا عنجد فهمتوا يعني شو كان عم بيحكينا بسطت اللولة إليه ايه كنا على تواصل أنا وإليه قبل ما يرجع يوم دي وريسبكت كتير كبيره قلال اللاعبين اللي بيقدروا يدلوا موتيفية عنجد انو اللي قطع فيه مش هاين كمانا وخصوصي في بهايه يعني انا اذا قطعت فيه جاغا بهيدا لعمر تس دفرنت لانو بقول انا اوكا السن بتقطع اليابي راسه كان فيه يقول بدي وقف كل يعتزل فهيدا كان اقوى التقل اتقل عليه وعنجد ابو رايلي مبيضة كمانا ايه جاد بدي احكي شوي عن تجربة سوربيا تخبرنا كم شغلة سمعتك عم تقول مرة انو فيه ديسيبلين في كتير قصص اكيد هونيك كتير ايجابية لحي الله العيب بيقطع فيهون وفيه قصص بتحبه بالكالتشر الليبنانية اكتر اذا بدي قليك شو اخدت منه نشو عطيتهم بالباسكت انا كتير حبيتها لانو خلص مش انو اذا انا متضايق او مسقع او خسران او ربحان قيم او عم بحط شوطاتي او ما عم بحط شوطاتي كل هول ازيحن عجنب بدكتو عالصبح ومبلش شغل سوا هاي كتير اتعلمت منهم وشو عطيتهم ان شوي بتنقول بيعفو ينبسطو بس وقتا لازم واحد ينبسط انا باخدهم شوي تعطيهم شوية ايجابية يعني اكتر يعني متل كانو تلاقينا بالنص هن بها النيجاتيفتي وانا بها البوزيتيفتي تلاقينا بالنص فهيك بتعرف بالنهار فيك تلاقي محلات تهرب عليها تتحك شوية تغير الجو وترجع تجع على نهارك فهيه انت حدا مبسوط من جوه بجرب قدمة فيي معك انا كتير الباسكت بت يعني ماشي معا بهذه الحياة وبعطيها كل شي وهي بتعطينا كل شي وهي شوية بتصير حياتك معلقة فيها للعبة فبجرب كون قدمة فيي مبسوط وبدون ما تكون هي نزعلتنا يعني يعني بتتأثر بكل شي بيصير معك بحياتك اليومية متعلق بلاعبة كرة السلة اخد قرار جاغا من شي اربع خمسة سنين انو كل شي بدي اعملو لجاد خليل اللاعب دو بلاير كل شي بعملو كرميلو وكل شي ما بعملو اذا بيزعجو مش جاد خليل الابن او الخاي او البزنسمان او جاد خليل اللاعب كيف نحنا بدنا نوصل لهو افضل شي بدنا نعملو وهيدا comes with some negatives بس انت بتشوفها شي صحة انو تعلق ساعاتك وتعاستك بس بلاعبة كرة السلة هلا انا مش كل ساعاتي وتعاستي بلاعبة كرة السلة بس بجرب قدمة فيي يعني دورينج السيزن اتجرد من المشاعر اللي خارجي عن الباسكت لان شو بتلهي لان شو بتضيعليك تركيزيك فقد ما فيي بجرب بس انو لا يزعجو بعض الوقت فيه يتجرد من المشاعر اللي خلبي وعض الوقت فيه يجب انت قادر بجربة حالي ليس كذا هل يزعجو لك افكروت اذا في الواحد يقول الكذب تكرر حدا يكذب عليك اه يكذب او يمثل او يكون شي هو من هو معاك بوجان يعني بوجان قطع كثير هيك ناس بحياتك ايه قطع مثل في فؤاد جرجس بيقول لي دايماً ذا محبين اكتار يعني قطع كثير بس انا بحس لأن انا كثير بقاقا ما بعرف يعني بعرف كذب بالمزح بس بالبور الاصص اللي جواتي انا كثير بيور ومثل ما هي فايام كثير بتفاجأ بالكذب فبيجرحنا زيادة عن الزوم بحسك سانستيف عفكرة بتجرب تبين انه لا بس انت سانستيف كثير كثير سانستيف بس بحب هيدا الشي فيه يعني في كثير محلات انا بحكي مع امي بهذا الموضوع كثير وفي كثير محلات وصلت لها محل فيه طف هيدا السانستيفي وفيه ما الحاق بس كل مرة بحياتي قررت الحاق لان بس بديك تحسي ما بتقرر انت شو بديك تحسي لا باعرف شو يعني الواحد يكون حساس لانو انا كامان كايند اوب حساسي بس ينقطة القوة جاد عطون انا بقول الواحد ما يدير الدينة تبعه يعني فيك تزمط من قصص ما تكون حساس فيها بقرار منك يعني مثلا انا ما عندي اصحاب بيجو بقلولي شفت هيدا شو قال عن هيدا ما عندي هيدا بارت النجاتيفي بحياتي هيدا مخففة عني كتير احساس يعني فيه قصص احسن ما تعرفها بالحياة انو انا هلأ اذا فلات وقالوا الكاميرامانية مثلا قاعدتنا ساعة ونصف زيادة وفيه قصص ما قالها طعمة تعرفها بالحياة وتعلق على الحرف وعال فاصلة وقال عنك وحكي وشيل وحط انو بتبعد عندك بارت كتير كبير من النجاتيفي بتخليك ما تكون حساس تجاه اشخاص او ما لازم تكون سانتيمان بمطرح معين تخفف عن ظهرك يعني اذا في حدا حولك هيك بل عني بعضو اذا بدي اسألك شو غيرت فيك هيدا الاكسبارييانس بالباسكت عرفنا على الصعيد الشخصي بالباسكت كانت اول مرة جا 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 يعني احنا هون بلبنان منلعب بس برات الناد الرياضة برأي اللاعب الاجنبي عنده ادفنتج على اللاعب اللبناني يعني دايما كيفما نبرما برات الناد الرياضة اللي رح ياخد اخر شوطه هو الاجنبي فبحكم انو ملعبت بناد الرياضة الا بسوربيا بسوربيا كوتش كان يعني يعطينا الطابق بهول المناسبات واتا يكون الوقت عم ينزل واتا لازم حدا ياخد دستيشنز وهيدا هيك خلقت فيه هيدا الستاب اوب اللي انا كنت عايزة بس عال رجع لبنان شوي رجع يتغسي تايد بتاع نحكي هيك دو بوان دو فيو انا معك بهيدا الشغل بس ليه قولك انت هيك يعني ما بتحس انو لو اللعيب اللبناني عم يعطيه للمدرب السقة الكاملة يعني بيخليه يوثق فيه كان بيضطر يتكل عالاجنباء او هيدا خلاص بلت ان بالكوتشيز بتقلي بيوثقوا بالاجنباء اكتر علق هون فينا نشوف مين بيجي قبل الدجاجة او البيضة يعني اذا الكوتش بده يوثق باللعيب تا يعطيه او اللعيب لازم يكون عم بيعطيه تا يوسق فيه انا بلاقي ايه هلا اذا بتسألين ما في يعطيك كتير لعيبة لبنانية مثلا بيعطيهم الطابق اخر ثاني متل ما بعطيها لوائل او امير بس اه واقل او امير اخدوا الطابقه خمسين مرة وستين مرة اخر ثاني وكان الكلشي عل المحاك تسارو هلاء هول اللعيب الي بتعطيهم ايهة انت بلا ما تفكروا هاد شوي يعنى ما انا موجودة خارج الرياضة لان الكوتش خارج الرياضة ما عنده الكتير وقت اه اه استمت Late يبرهن. ما فيه يخاطر. لأنه مثل ما حكينا شوي أنه ما فيها الاستراتيجيات الطويلة تلقمت بالنوادع. بس أنه. فيه خوف يعني بتحسى أنه كان الكوتش دايما عم بيشتغيل. عارف حالو بركة بكرة الصبح يكون قاعد بالبيت. هيدا الأرجنسي ما حدا في عن جد يعطي من قلبه بهيدا الأرجنسي. حتى ها قصة الأجانب. أنا ضد هيدا. يعني كيف من عامل الأجانب بلبنان. كير غلط أكيد. بس تعودنا علي يا جد. أكيد. بس شوف أنه الدنيا كلها كيف تتعود. بسولبيا قعدني مرة المدير كان مبلش سيزن وقال لي لك بع معك جيمان إذا ما بتبلش تعطي الفريق راجع على بيروت. قال لي وقتها راجع على وقال لي وقتها راجع. كان بعده. لك شو بهدوم شو لذيذ؟ نعم كثير لذيذ. حرام الله يرحم وتوفى. حرام. حرام. يعني عم بتخير أنا أنه بهالسيتيواشن أوكي كان دهري للحيت. ويقيت بسربيا بس أنه في أجانب بيتعاملوا هيك بلبنان بيكون بعضوا باصلوا من المطار. بده يعطي وإلا بيفل. فأنا ضد هذه المعاملة بالباسكت لأنه بحس الباسكت أكتر بدي تكون فيها ألفة بدي كون فيها سقة بدي كون فيها كمستري عالية تتلعب. كمان الأجنب إنسان ضحكة كمان يتبقع منه ينزل من الطيارة يحط لك خمسين نقطة يربحك الجيم إنه. نعم هيدا اللي صار مع زاك إنه إجا زاك. وكان بلش بطيء زاك أول جيم. قلت لهم إنه هيدا الزلمة منه ثلاثين نقطة عم تمشي على إجراية. يعني عم يتمرن مش إن هيك أحسن منه هو بيتمرن أحسن منه. مش لأنه هو في شي فهيدا هيك من عام الخصوصي مع زاك شفت أنه حسوه ثلاثين نقطة أو أربعين نقطة. وإذا ما فيه هل ثلاثين نقطة ما فيه زاك يعني فإذا. إذا بدنا إحكي عن الكوتشز ما زالها هيك فتحنا لها. فيه تو تايبس أو في الكوتشز يلي بيقولوا أنت دورك معروف. فتلي أوف تبنش حط لي هال 2 3 3 بوينتس أوات أفير. وعندك المدرب لي بيقلك أنت بتقرر أدا راح تلعب. إذا بشوف عندك ديسيبلين إذا بشوفك بالتمرين عم تلعب كثير منيح كلهم هودة بيتكل على كذا عامل كرميل يقرر لبلاينج تايم طبع اللعيب. أنت أيها بتفضل؟ أنا بفضل كل واحدة حلوة بمحلتها. وأنا هيك على سايد نوت بحب كوتش جاد وبنشتغل سوا لأنه هو بقصة أس يعني ما بيروح شمال ولا يمين. بس أنا بلاقي شي بالنص غا غا. لازم تكون مدربة تكون عارفة كل روليك أو عارفة كل شي رح يجيك. بس لازم الكوتش يعطي مثل ويندو صغير أنه أنت غا غا هيدر رح يطلع لك بالجايم. إذا كنت منيحة بيطلع لك شوي أكتر أو بيطلع لك طبات أكتر أو وقت أكتر. وإذا ما كنت منيحة بهولي ما رح يطلع لك أكتر من هول. بس لازم يكون في محل بالنص نحنا تنينتنا عارفين إنه رح يجي. وبهيدا المحل أنا يا في أكبر في أو أصغر في بس عدم موجود شي هيك. يعزب. لعبت أنا بهيك سيتيواشنز إنه بركة ما حارف حالي إذا رح فوت اليوم على الملعب أو لا. وإذا فوتت ما بعف حالي إذا رح فوت دقيقتين أو ثلاثة. أو إذا لعبت منيحة يصيروا عشرة خمسة عش. يو كان تبرفورم بس بحس إنه رح تكون. أقل بروبابيليتي إنه أنت تبرفورم جود بهال سيتيواشن. أنا لقالة بدنا نفوت على الفريق كلنا. وعطوني شهر تخبت مع الكل والكل يخبت معي وبعدين منحكي. أنت بكتبقي نعمل الفريق حواليك أو أنت تكون المسنك بيس يلي بتساعد بالفريق؟ لا بطاف هيدا صار لفترة عم فكر فيها لأن صار لفترة جاغا في هيك مثل. في شي ما عم بتعبى بالباسكت طبعا فيه مثل هيك إنه. وصار لفترة عم فكر فيها. أنا أجب أن أستطيع بأي من أجل بركة إيه بركة إلا. ولكن هذا ما أريد. مرة أخرى في كارير. أنه كنت أنا بفريق. أنه يتركب حواليك الفريق. أنه سألتقذ مجرد في هذا الملعب. أريد أن أكون مجرد من أجل لأن أخر فترة عم كون. يعني السنة كان لو بقينا الدينامو كانت أول سنة عم بكون أنا بهال سيتيواشن بس آخر فترة عم بكون دايماً يعني بيهومانتمن كان فيه بوينت جارد أنا جيد سنت المادة بدينامو أنا جيد بنصف السنة فخلص هيك من جوا بطني عم بعيط لهيدا الشيء والله إني آريتك أكثرت جدباً وأنا ما بعرفك كتير منيح دايماً قاقا بحسيك أنت يعني فهمت أصداد يعني بتشوفينك ما بتضيعي فيي بحسك أنت حدا كتير حساس وصريح تنفهم غلط صح أنا بطلع القصص البوزيتف عطول الله يسترني شو عطول الله يستني لأكلنا عنا قصص ناجتف بس بجارة بشوف عطول شي منيح بالشخص وبيقدر اكتشف شو هو بشوفك عم بتشوفي هالشي صراحة جادو هلأ أنت من النوع يا الله كنت جاد بيدحكني وحتى جوغة طاس كلهم عنده ياها يمكن صباح بس ما عنده ياها إنه مثلا إذا ربح بالقميس بيضلي بس هي زيتها عندك ياها هيدا الموطة ليته ولا لا كانت بس بطلت لأن في فترة خلاص صرت معلق فيها على الآخر بسوربيا كنت أكتر شي هيك لأن يعني هول إنسان بيروح على هول أصص بس يكون داون هنوع البراشور هي بتاخدك على هول الأصص والأفكار اللي أنت بتفكر فيها وبسوربيا كنت كتير هيك خيفان كل الوقت فكت كالسات لي قبل الجيم وكالسات الجيم وكان عندي تي شرت كتير بشعة جا 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 وتصدقت دا بشعة مشبورة بسة نهار الجيم كل نهار وتقدر أدعب وكتأكل ذات الشيء كل يوم على الجيم أكل ذات الشيء بتسلق الحمد لله وقفته ايه خلاص نمبر ايت ما قلت غيره ايه أكيد ايت ايت اذا تغيرت كشخص لأن ايت هو انا يعني بعادت عنه فترة وسيرجعنا يعني هلأ ايت انا هلأ ايت حبه لكوبي انت ايه كوبي لبسله وكلس ببيته انت أصلا عندك هوس بالشوز كوبي عن جد انا هلن ثلاثة كوبي فهد وطوني ماديسون اللي كانوا ايفرسن اربعة شو بحبه لقلن ايفرسن ايه سواقي كل واحد هيك حب انت هيك ايه هلأ كل يوم خبيه بس بشعة بنا انا عملك ستايلست بدي ستايلست جاغا انا انا اذا حدا ايه يعمللي ستايلست بي كتير سمعوا يا بنات يا اصابايا في شاميب كماما بنا كتير شو مكان انا ما عندك مشكلة شو احلى كويت لكوبي مثلا بتحبه كويت لكوبي مش كويت هي خبرية بتاع فعي مخبرينه عن مرة واحد كان جاية وعاملين له درافت الليكرز شديد وانه انه هو الجاية هلا انه ابا ضاي وكوبي عصب انه كيف جاية عم بيعملوله هايصلة هيدا وعنده بالليكرز يعني ووصل عالتمرين هيداك وكبس عليه كوبي خلص يعني ده الكبس عليه تا هيداك بعد اول تمرينة تاني تمرينة فرط وكارييرته كلها فرطيت يعني اذا بتشوفيها فهيك هيدا الخبرية كتير بحبه ليه لان يعني كوبي بحسه وجه الحقيقة يعني فيك توسر لما حال تكون run' so true to the game اذا هذا رح يكون منو true to the game أو منو honest مع هيدا اللعب و رح يواجهك رح يفروط يعني فا.. كتير this بتعلق فيه لان عن جد بيينك تروتو دو جايم هو كل شي يعني تكون انت قادر تنامي بالليل وعارفة ان عطيته كل شي عندك يا هو هيدا يعني هذا الانا بيريحنا وبخوفنا بعد عندك كتير قصص بدك تقدمها جاد ما هيك على السايد الشخص اكيد بعدنا كتير بعيد يعني تحقق لي بدك تحققه جاد كامينت عملت مع كتير كوتشيز قلتلي هلق جاد الحاج بول كافتر فقد ابو شقرة مع مين ارتحت اكتر شي انا بعرف انه مع بول كافتر كتير تعلمت منه شلي بول عجانب هلق بولشوا كان مثل بايه باللعب he is my basketball father فعلقت معه مش مثل كل الباقي فيه اتحسر بيشي هون واتشار بكل صراحة عن جد سنة التضامن بيك ما كان الو ايد بيشيه نعطيت انت باور كشخص بعمرك وثقة مش طبيعية طيب هو ما كان بده توني ما كان بده يعني كان خلصنا اول سنة تضامن وعم عم نبلش بتاني سنة وتوني عم بيقول انه بدنا نجيب point guard اجنبه او وشي حدا فبول بيقلو انه لا جد صار جاهز يستليم وهون توني يعني تردد شوي لانه اذا بدي يسلمني الى ابعادة يعني بس الحمدلله يعني كان امن بس هيدا البوش لي هي هيك كان كوتش بول يعني هو شايفه انا ما كان شايفه وتوني ما كان شايفه فأتوسصنا يسمننه عنده نظرة مهمة أهلا مت تهربل من السؤال حسنا عن المداربين اللبنانيين كوتش جود سنة عم نتعرف عبعض عم نحس لبعض كم شاغلي في محلات بالجيم نعمل رياكشنز لبعض بس هيك ورستل عم نشوف هيك شو الوضع بين بعض بس أقدر واحد لعبنا سوى وربحنا سوى وهو كوت جاد بأعتقد حاليا يعني بالدينامو اللي عشني سوى قلو تقلو كتير لأن كنا حالة كنا عم نحفر بشي منه موجود يعني ما كان في دينامو عم نحفر يعني عم نفهم العالم بشغلنا شو هو هذا الدينامو وهذا الدينامو كان لعالم كله بالآخر هو شغل كوتش جاد وشغلي أنا وشغل كل هالعالم اللي كانت بالدينامو يعني غير من الإدارة يعني أول سنة جاد درجة أولى كان في كتير تركيبة مثل ما كنا عم نحكي في تركيبة بتثبت تركيبة لا السن اللي بعض عملته نتايج بس أنا هون بدأسألك سؤال جاد أنت كتير قريب من فيصل كتير قريب من جاد شالوك قبل ما يفرط دينامو يعني أنا وعيت لقيت جاد خليل صار خارج نادة دينامو هالسنة عم تقولي أنت ياذ قبل ما يجع يفرط النادة انت فلت قبل ما يفرط النادة أدا زعلك هيدا الشي هون أنا كنت مش الزعل هون كنت أنا صرت بمحل الزعل كان قبل بفترة الزعل كان قبل ما نفل وقبل ما يبلش كل شي بيك تخبرني لأنه بتصدق أنا هيدا البرت ماني سمعته منك بعد معرفت شو صار إجزاكت لي وليه أخدوا هيدا القرار بوقتها هلأ بوقتها جاغا نحنا كنا كنا عم نتحضر للبطولة العربية وسمعنا أنه فيه بتاع في الأخبار بيبلش يجو هيك عن بعيد متل شي غايمة يعني ما بيجو ضغرة فبلش هون بريزيدان فايسال يجرب يحل الوضع وحلته للوضع كانت هي اللي بتجرح يعني أول وحدة وهي هيدا اللي بتجرح يعني أول وحدة وهي هيدا اللي بتجرح تبلشت كل الأصاص أنه بدو يروح نادي دينامو للثلاث أجانب مع اللاعب لستقي واحد اللي ما بعرف مين هو ما بتذكر هون أنا صراحة نكسر يعني نكسرت القصة بيني وبين دينامو وبين كوت جاد بهيدا الفترة أكيد لأن بالآخر كوت جاد كان أنه بهيدا الإدارة وعم بيمثل هيدا الأرارات فأنا هون خاقي يعني متل كان هلا كان عم نقول ما بعرف كذب هون وبرفورمانس ديب البطولة العربية بتفرجت دي أنا ما فيي كذب يعني واضحة كانت إيه أنا ما كنت عم بقدر ألعب مع هول عالم اللي هن التيمات اللي أنا عارف إنه رح نفل أو هيدا الإدارة بس جاد أنت بوقتك أنت عارف إنك فائل الخلص أو عم تسمع يمين شمال؟ قبل ما نسافر قبل ما نسافر جاغا قعدت أنا ونقل لي اللي قادر يزمط يزمط وهون إجا نادل هومنت من أول حدا كان عم بيدقل لي و أول ما دقل لي قلت له أنا أوكي فالتخلي هون كان من نادة دينامو كرميل أنا فريزيدان فايسل شطور برسم الأصص كيف هو بيحب بس هون أنا كنا عم نترك تروحها للهومنتمن بس الزعل ما كان هون أكيد لا الزعل كان قبل قبل زعل كان صراحة كيف رجعت انكسر الجليد بينك وبان فايصل وبان جاد حتى هلأ كوتجاد غير مع فايصل كوتجاد بالآخر نحنا الشغل بالإيدان نعمله سوا بهيد الفترة كان شغل بإيدان صعب لأنه كل واحد عنده أفكار عن الثاني وشو رح يصير وشو هيدا بس بالآخر رح نرجع نشتغل بإيدينا سوا يعني عم نرزل على الأرض أنا وكوتجاد وبتعطينا دريل ورح نصير عم نحكى باسكت ونخربش على الورقة والألم بس مع فايصل صراحة بعض بعض الجليد هيك يعني عانو بعيد يعني أنا ويا عم ترجع مسلا بس فرت الفريق ما عملت له تليفان لفايصل لا ما قدرت أنا أول مرة حكيت مع فايسل طلعت انترفيو مع ربيه تفدق هالوحيدة يمكن ماني حاضرتها تمام بحضرتها ايه وحكياني من بعدها فايسل وهيك بلشنا شوي شوي لايك قال كابتل ايه ايه بتل منعجبين بيبعض ورحل عملتلو انبلوك لفايسل عن جد لأنه منفهم بعض كتير ومنعرف كيف منحرك بعض فهلأ هيك يعني سامحتو بريزيدان فايسل نيتو مش سايقه يعني هيدا الشي اللي بيشفع فيه هو وقلح ما كل حدا بصر اوقات هون بيجي بيكون شفازي علان من فايسل بيجع بيتحك يعني لأنه قلبه طيب دعمه ايه ما فيك يعني عن جد عم حسو عم يبلش يتحرك ما عم نعرف كيف هلأ بس انه ايش معروف شي هلأ ايه خافوا من البحر الهادي شو بدو يعمل اذا ما عم تحكي باو عارف كل هالخبار بتهزل بي راسك كيف لأو لا با ما نحبه لالفريزيدان مش هاينا يفروط الفريق وهك اكيد مأزية ما انت اللي كمان بده وقت لو حتى يطلع منه وكل شي ايه هلا هو عنده وقت نحنا ما عنا وقت يعني نحنا انا نرزل على الملعب بدنا نقدم في عالم قاعدة ببرش حمود بدنا نبسطة هلأ ما فيه جادو احكي شوي عن المنتخب اللبناني اخدك جاد عالمنتخب من بعدها ما رحت عبو طولة آسيا من بعدها بتذكر مرة انت اللي جملك انت انا عم بيخد منكم انتروفيوز بدينا مونسيت ما بعرف اه قلت اللي رح ارجع اعمل كل شي تبرهن انه انا بستاهر روح عالمنتخب صح من وين جايب هاي دي الموطة لتاي جاد لانه كمان فيه تو تايبس فيه لعيبي اللي ما بدو ياخدني عمرو ما ياخدني فيه تايب تاني اللي هو رح اعمل مستحيل تبرهن انه انا بستاهر لكون بهيدا السبات قاكا بطولة آسيا انا لقاله كان ابيج كيف يقوله بكاريارتي كان شي عبالة يكون فيه وانه الهلا بعدها مش لعبين بطولة آسيا صار قاطع تلاتة بعتقد وكل مرة بتساقب انه ما بروح بس برأيي انا المنتخب هو حق كلاعب شو عم بقدم بكاريارتي وحقه برك ما ااخده بس حقه انه اتي الكرميلو وراح دايما اتي الكرميلو وكل مرة رح بعيد عن المنتخب رح كونه عم بشغل اكتر واكتر يعني تأرجع اجل لان تلبسه ابيض واحمر عن جد شعور حلو والشعور انه كيف من سنايك ووائل وامير وحز الدين هلا كيف كلنا من نافيس بعض بس وقتا نلبس القميس بلا ما حدا يحكي عن جد شعور هيدا كيف كلنا منكون عن جد عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم فكرة تلبسه هدا القميس كل شي بيتغير هو من احل المشاعر انت هلاء اخدوك استدعوك نعم. مبسوط؟ نعم. صرنا المنتخب مثل مش تمبس تبتزعل إذا ما رحت بس إنه شيء يجب أن تكون شيء يعني بحمسك هلأ تلعب يعني هلأ عنا قيم ضد البحرين بلبنان وبنانا تلعب ضد بسوريا ف هلأ بدل ما يكون يعني في ساعة في حماس محمسين جاد لعيب كرة السلة بيعمل مصاري بعمر صغير وقد عم بحكي فيها أنا وأمير هون بالحلقة إنه البعض ما بيعرف يستثمر بمصرييته وما بيعرف هون يحطهم بالمطرح الصح جاد عنده كونترول ع هيدا الشيء بعد ما الكريز الإيكونوميي اللي صارت تغيرت كتير أنا كنت كنت خب قرشة الأبيض ليوم الأسود وكنت وصرفت كتير إنه في فترات صرفت وفي فترات كانت تصميد بس اكتشفت إنه ونشغل المصاري اللي عم نطلعها تتصير تعطينا مساري أكتر لأن نحنا هلأ المصاري اللي عم نطلعها هي من وره الباسكت لازم نبلش نلاقي طرق نطلع مساري غير هيدا وإلا رح نوصل على محال نرجع نبلش من السفر متل شو في براسك براسة في مشروع صغيرة أنت هلأ عم تقولي اللاعب ما بيعرف يستثمر أو اللاعب ما بيعرف صار الوقت نقدم لهيدا اللاعب بلاتفورم أو محال يقدر هو يتعلم شو لازم يتعلم ويطلع لشو حتى بهيدا الموضوع يعني تعلم اللاعب كيف يستثمر مسرياته يعني صراحة كان أنا أجتنا هيدا الفكرة عم بشتغل عليها شوية يكون مثل سمول سكس مونث بروجرام اللاعب يكون يجي يأخذ أربع أو خمس كورسات بيساعدهم بنعدة محال كيف يستخدم المحال 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 بلاتفورم والمحال ولي بده بيجع له بس انو رح يكون باكت باي عالم يعني اللي رح يعتو هالكورسز أو المحال باري جود ايديا اي think it's time gaga يعني صلنا صرنا ليعبين و الباسكت الى وهجه it's time to take a step up كلنا سوا جاد كامين لاحظت انو كتير بتهتم بالمانتل هالث طبعك بشو قطع جاد خليلتا صار مركز هل قد على صحته النفسية قطعت بكتير قصص بس في شغلة صارت معي هي اللي دفشتني في محل جاجا صاري ما يطلع لشعر ما كانت فكر وقد ما كانت عصب وقد ما كانت تعرفتها هيدا متل بيروح الشعر ايه تجي هون هيك أنا اجتني هون ويبطل يطلع محلها خلص بيبطل كأنه أرعى يعني أو طعفي وقتها تفتغي راسي عرفتها بيصير أبيض ايه بيصير هيك دواء طلع لي هيك واحدة هون طلعت هيك أول نهارين ما بركز عليها تالت نهار شفتها صورتها عملت ريسورتش وهيك متل كأنه قلبي تدني علي معقول خليت حالة صير إنه هالقد عم بزعج حالي أو عم فكر أو عم تقيل القصص على حالة أنا صار عندها ايه ودس واس دو دو تريجر يعني ما قدرت ما روح شوف حدا أو بليش اشتغل على حالة أول شي ما كنت معنات أول شي رحت عند بسيكولوج عادي بس حرام جربت كتير تفهمني وأنا فتحت لقلبي بس خلاص فيك يعني فيه بارت الباسكت غريب عنا للبسيكولوج العادي فمشان هيك تلقينا يعني أنا ونات لقينا بهيدا المحال وصلنا عشي سنة ونص سوا ويتس بين جريت يعني معنات ارتحت له كتير بحسلة في ألفة كتير حلوة يعني وخصوصي هي لأن مش بس يعني she is not a sports psychologist she is a sports person she is an athlete هي بتعرف مش بس دارسة أو آرية بتفهم تشتغل فيه two types يعني فيه الإكسرسيسات اللي متل بتعمليون كرمي الأرض الملعب وفيه الأسس اللي بدنا نحفر بالذكريات وبالأفكار بتنحل العقد الكبير بس هي كتير طفت يعني نشتغل عها وفيه نشتغل على هاي ده بس هو أهم شي اللي بيتخير جاقة أنه بتصير أنا معي أكدر شي صارت أنه صارت واعي على نحنا بشير عنا مثل تندنسيس يعني انتبه بالأسس زيت الأسس بيعصبوك وصير تنتبه على هالأسس بشير تنتبه على حالك لأنه ضوي هيدا لشي براسك وهيدا أهم شي جاد بتسمع ميزيك الشي قبل كل جيم هي زيتها الغنية أو شي هيك شو هي؟ ما عندي كذا شخص أنا بسمع ميزيك بس في واحد عندي غنية اسمها لي مو بلو بس ريميكس أنا ما بتخيل لك بس لا أنا فرنش 80s 90s 70s شو ما بديك غاغا؟ في صوت حلو ولا مثلي؟ لا صوت حلو ما فيه صوت حلو ما فيه صوت حلو ما فيه طب سمعني أنا أحكم سمعني تشوف لا أبدا نغني؟ طيب هيدا هلا فيتين بالمشايا عيروها أنا بيقولولي غاغا كل رفقاتي بيكون مثلا فيه غنية براسي وما بحف شو هي وبدأ قللون إياها ما حدا بيعرفها مني ما عندي إتوا عند غنية معرفتها إيه ما عندي كلا بس عندولة بلا كلمات كيف بدون يفهمها؟ إيه ما عندي بسمع عربة؟ بلا شو؟ بسمع راب عربة وبسمع وائل وبسمع كتير قديم يعني بحب وصوف القديم هو وصغير نحن بحبه كسرته صوته حلو الوصوف القديم وعندي هيك فيروز بحب أسمعه فيه كم باند مشروع ليلى بحب أدونيس عندهم كم غنية في شي لازم نحكي فيه كتير مهم شفناك ببطولة دوباي مغطى علامة نايكي وحاطة غزة على الشوز أدي حلوة هي دلة افتجاد؟ تعف جعجا أنا من وقت ما بلشوا يعني الحرب هلأ بغزة كتير أثرت علي بأي معنى أنه حسيت أنه أنا كشخص عالم هو العالم بيشبهوني كشكل حسيت أنه في الغرب ما يعني خصوصي أنه أنا كنت بسربيا وقتا كانوا الأحداث بأوكرانيا وكل الأوكران هربوا على بلجراد وعشت معهم هيدلشي وعشت كيف كلنا كنا واقفين حد كن وعشت كيف الحزن طبعهم كان الحزن طبع كل حدا على الكرة الأرضية وعشت بذات الوقت كيف الحزن طبع عالم بغزة كان بس لغزة قبل ما كلنا على الانترنت نتفشون هاد دفشة فهالفكرة بس كسرت لقلبي بتحطم 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 يعني في محلكة عم بحكي مع حدا قريب علي عم بقلو أنه ما حس قادر ألعب باسكت هلأ يعني ما أنه وقت نلعب باسكت أو نظهر أو ننبصي بي عن جد شي كتير حزين علي كإنسان كجاد غير يعني مش عم بحكي على التعتير اللي عم بيصير وعلى القتل واللي عم بيصير أنه أنا كجاد كتير عملت فهمة قصص بهالكرة الأرضية وأثرت فيها فا كيف ماشية هالحياة ايه كيف ماشية وسخافتها كلمال عن جد لا ظلم أدا فيها ظلم ايه هيدا الظلم لي صرنا متعودين عليه وفينا يعني ما بقى نحس فيه لهيدا الظلم وهالكذب وكله فاكتير أثرت فيه وكان بكذا كلما حلع بالي فيك تساعد فيه معنويا بالنسبة ايه انه بقى حتى مش أكتر ساعد كان أكتر متل كأنه بدي فرج إنه عم ندعم هالقضية لأذا مش حدا عم يفكر يكون ضده لأ إنه بدنا نحط بعينه وبدنا نفرجي إنه هيدا وقتك شو كان لازم تعمل يعني ويعني ما رح نعمل شي بفيه إنه قد ما نعمل بس إن شاء الله هيك تكون بعثت شوية بوزيتف صوبها للعالم إن شاء الله يا رب أنا ما عم بقدر شوف حتى يعني أنا أخذت قرار كنت ما بقى أشوف فيديوز لأنه كمان كنت عم تأثر كتير على صحة النفسية ألا يرحم جميع الموتى ويفرج عليهم يا رب وهنا هيك لفت صغيرة كنا بيدوباي ثاني سكاكيني كان وقته كسر منخار وبعد الجام كان بركة يلعب ضدنا أو بركة ما يلعب ولاعب ضدنا وبعد الجام عم نروح نحكي إنه ثاني إنه شو قوي إنه شو قوي بعدين أنا عم بقله شو قوي إنه تذكرت الزلم بشو قاطع وعائلته بشو قاطع فإنه this is nothing for him يعني بشوفه شي صخيفي إنه شي صخيفي بركة إنسان عادة يعيش مرتاح رح يشوف عمل شي بس إنه لهيدا الزلمة ومن وين جاي هيدا الزلمة هيدا تحية لثاني رح يكون ضايفة أصلا قريبا قبل ما نختم رح حذرك خمسة حزازير بخترع إشيابي برنامج نتسلى قبل ما تفل أكيد كم تحيط ربحان لبرون جيمز؟ أربعة برافو جات أي سنة بدأت الليجة اللبنانية؟ العصر الجديد؟ العصر الجديد؟ يعني الرياضة لا معه ثلاثين لعب معه ثبعت عشر في العصر الجديد شي 92 و3 و1 93 93 من أكثر لاعب لبناني مسجل ثري بوينتس بسنة واحدة؟ صباح برافو جات يا حرام نرعب منك هذه ما بعرفها الآن صرت تعرفها كم واحدة؟ بس تعرفها أو لا؟ 102 102 أو 102 تعريبا كم بطولة ربحانين الحكمة؟ 8 كم مرة ربحان مايكل جوردن؟ ستة برافو نجحت خمسة من خمسة نجحت خمسة من خمسة لما بيعرفك بيجهلك حداً فيه ماتير وعم تشتغل على حالك حبيبي وعارف وين لازم تشتغل وين صرت قوي إن شاء الله كلنا منوصل لهيدا الستيج thank you so much وإن شاء الله منرجع أكيد حبيبي جاغا شكراً لك وعند جد من أحلى البودكاست وعند جد من أحلى البودكاست we'll see you soon thank you حبيبي حبيبي اشتركوا في القناة